الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه إلى يوم الدين أما بعد لاحظت نقاشاً لبعض الأفاضل حول لفظة الحاكمية وطبعاً كلام أهل العلم في هذه اللفظة واضح وبين فآل العلم وأقصد بهم طبعاً أهل السنة والجماعة كلهم أجمعوا على أن الحاكمية لا تدخلوا في أبواب أو أقسام التوحيد بل التوحيد الذي قرره أهل السنة والجماعة أقسام التوحيد التي تقررت عند أهل السنة والجماعة هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وابن القيم رحمه الله تعالى جعلها قسمين توحيد القصد والطلب وهو توحيد العبودية وتوحيد الإتبات والمعرفة وهو توحيد الأسماء والصفات والذين يقولون بالحاكمية بأنها قسم من أقسام التوحيد لاش كأنهم جاءوا بشيء مبتدع لأن لفظة الحاكمية هي نسبة إلى الحاكم والحاكم ليست من أسماء الله عز وجل الحاكم ليس من أسماء الله بل الحكم يدخل في توحيد الربوبية لأن توحيد الربوبية له ثلاث أصول الخلق والملك والتدبير فالخلق هو الإيجاد والملك بين واضح والتدبير هو تدبير شؤون الخلق ومن هذا التدبير الحكم بما أراد الله في كتابه وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته والذين اشتهروا بإطلاق هذا اللفظ هم الإخوان المفلسون الذين جعلوا الكرسي فوق جميع الاعتبارات العقدية والتعبدية الإخوان المفلسون هم الذين جعلوا الإسلام كله مبنيا على الحكم وهذه نزعة خارجية في قوله سبحانه وتعالى يستدلون بقوله تعالى إن الحكم إلا لله والمتتبع لآيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد بأن الله ما كلفنا بطلب الحكم ولا بالحرص وإنما وعدنا إذا نحن أقمنا ما أراد أن يهبى لنا ذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدننهم من بعد خوفهم أمنى فالقصد عندي يعبدونني لا يشكون بشيئة إذن فالقصد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فاته لككم فلفظة الحاكمية هي لفظة مبتدعة وليست من أقسام التوحيد وكلام أهل العلم بين واضح كالشيخ العتيمين رحمه الله والشيخ الفوزان حفظه الله وغير ذلك من المشايخ والاعتراض على المشايخ في هذا من باب التطول والتعالم والازدراء بما ذهب إليه أهل العلم والكمال لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته